أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة مستمرة في رعاية أسر شهداء الحادث الإرهابي في ليبيا وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة قال محلب أن كل أجهزة الدولة كانت على قدر المسؤولية خلال المحلة العصيبة التي ألمت بالوطن حيث استطاعت بالرغم من الحزن على فقد أبناء الوطن الأعزاء أن تتعامل مع الموقف بثابات وتحدي وبما يرضي طموحات الشعب وفي هذا الصدد وجه مجلس الوزراء الشكر إلى القوات المسلحة ورجالها الشرفاء الذين أخذوا بثأر الشهداء وأكدوا أنهم درعوا الوطن وسيفه وشدد رئيس الوزراء على أن المصريين مصممون على استكمال المسيرة ومحاربة الإرهاب وبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن مشيرا إلى أنه يتم حاليا لانتهاء من الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخة الشهر المقبل فضلا عن استكمال الحكومة للمشروعات القومية التي بدأت في تنفيذها بالرغم من التحديات والصعوبات التي توجه الوطن موسيقى 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 موسيقى